طالب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج بالاستمرار في أداء مهامه حتى اختيار مجلس رئاسي جديد وقال خالد المشري رئيس المجلس في بيان إن استمرار السراج في منصبه يأتي بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها ليبيا إن معركتنا ما زالت مستمرنا السراج مستمر في منصبه من أجل استقرار البلاد وتجنبا لأي فراغ سياسي هذا ملخص رسالة خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا الموجهة إلى فايز السراج المشري استحضر في مطالبته مقوث السراج في منصبه ما وصفها بالظروف الاستثنائية التي تمر بها ليبيا المتجهة نحو حوار سياسي وإعادة تشكيل المجلس الرئاسي وإجراء انتخابات في البلاد رسالة مجلس الدولة تزامنت مع مطالبة مجلس النواب الليبي بطرابلس السراج بتأجيل قرار تسليم السلطة مع تقديم إحاطة بالوضع السياسي وترحي المعاوقات التي تواجهها الحكومة إعلان السراج في وقت سابق عزمه تسليم السلطة نهاية الشهر الجاري لمنح الفرصة لتأسيس مجلس رئاسي جديد في ليبيا جاءت أيضا بعد تصاعد حدة الخلافات داخل حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي والتراشق بين مسؤوليها بلغت ذروتها بعد قيام نائب رئيس حكومة الوفاق أحمد معيتيك بإبرام اتفاق مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر بشأن استئناف تصدير النفط دون تفويض من المجلس الرئاسي فيما يتهم معيتيك السراج باتخاذ قرارات منفردة وصلاحيات مطلقة مطالب مجلسي الدولة والنواب باستمرار السراج في أداء مهمه جاءت في ظروف تتجه الأوضاع فيها في ليبيا نحو التسوية السياسية بعد توصل أطراف النزاع في جينيف الأسبوع الماضي إلى اتفاق برعاية أممية من شأنه أن يخرج البلاد من دائرة الصراع التي تعيشها منذ سقوط نظام معمر القذافي وينضم إلينا من اسطنبول عبد السلام الراجحي الكاتب السياسي الليبي أهلا بك سيد عبد السلام هل يفهم من طلب المجلس الأعلى للدولة بأن رئيس الحكومة فايز السراج سيتراجع الآن عن ياته تسليم مهمه أم ربما في الأمر قولان مساء الخير لك والشاهدين يا كارم طبعا منذ قليل أيضا السيد أحمد المعتيق نائب السيد فايز السراج في مجلس الرئاسي أصدر رسالة أو كتاب للسيد فايز السراج يطالبه بالاستمرار في أداء مهامه حتى يتم اختيار بديل له في الحوار أو الملتقى الذي متوقع أن يوقد في التاسع من نوفمبر القادم أعتقد أن منذ البداية كان السيد فايز السراج واضح على أنه أعطى فرصة لنهاية أكتوبر لتسليم السلطة لشخص أو مجلس رئاسي قادم وهذا لم يحدث وأعتقد لن يحدث في القريب خلال سنة 2020 فأعتقد أن السيد فايز السراج سيستمر في السلطة وكان حتى بيانه يعني أنت ترجح أن لا يبضي الحوار إلى اتفاق إلى تشكيل سلطة تنفيذية هذا الحوار المفترض أن يلتأم في تونس في التاسع من نوفمبر نعم من الصعب الأسماء التي قدمتها أو دعتها البعتة هي في جلها من المتشددين خصوصا من داعمين العدوان على عاصمة ترابلوس يعني أكثر من نصف هؤلاء الأعضاء آتت بهم البعتة وهم مؤيدين لحفتر وحفتر لا يريد حال سياسي فأعتقد أنه سيقومون بإفشاله خصوصا عندما نرى الخطاب الإعلامي للقنوات الإماراتية والقنوات المدعومة من الإمارات وأيضا مستشارين حفتر يعطوا إيحاء بأن حفتر لن يسمح بأي حل سلمي في ليبيا الرجل يهدف إلى الحرب وعمليات عسكرية والوصول إلى السلطة بقوة سلاح لا يؤمن بالحوار لا يؤمن بالمسار الديمقراطي أو عملي ديمقراطية لكن نرشل لموضوع المهم وهو أعتقد أن أيضا حتى الخطوة التي قام بها سيد فائد سراج في إعلانه بأنه سيتخلى عن السلطة في نهاية أكتوبر المتوقع بعد غدا أعتقد أنه السبب خروجي بهذا هي تكتيك سياسي فأنه كانت هناك حملة قوية شعبية مظاهرات حتى أن المتظاهرين في يوم ما وصلوا إلى بيته يتظاهرون أمام بيته في طرابلس احتجاجا على سوء الأوضاع بسبب إخفاق حكومة الفاق الوطن في تقديم الخدمات خصوصا في الكهرباء والمياه وخدمات الأساسية فشلت فيها فأعتقد سيد فائد سراج لتقليل من هذه الضهوط الضهور للشعب الليبي بأنه ليس متشبه في السلطة وأنه الآن يسير الأمور للبديل له وأنه غير متمسك بالكرسي أو السلطة وأنه سيقبلون به حتى يأتي ببديل له وهذا لن يحدث أعتقد خلال الأشهر القادمة يعني تقول لن يحدث واليوم أيضا سمعنا تصريحات أو كلام حتى لوزير الدفاع في حكومة الوفاق يقول إن الشخصيات الليبية التي اخترتها الأمم المتحدة لتسير الحوار يدعمون من أجرم بحق الليبيين هل نفهم من هذا الكلام أن هناك خلافات حادة في هذا الموضوع؟ للأسف الشديد البعتة ساءت لنفسها وساءت لليبيين عندما تدعو 75 شخص 43 شخص منهم من داعمين لعدوان العاصمة طرابلس تصوري حتى فئة النساء عندما استدعت خمس نساء من أصل 13 المرأة يعني يمثلون شريحة نساء خمسة من أصل 13 من داعمين لعدوان العاصمة طرابلس بل بالعكس أنهم كانوا محرضين على الحرب في العاصمة طرابلس بينما يكافؤ المجرمين ويكافؤ من دعب العدوان بل أنها أتت أيضا بشخص شريك في استجلاب المرتزقة من السودان وتشاد بحسب ليس تقارير محلية بل تقارير أممية بحسب لجنة تقارير لجنة خبراء بمجلس الأمن الخاصة بالسودان ودورفور بالتحديد أصدرت أن هذا الشخص وهو أحد الداعمين لحفتر أنه مسؤول على جلب المرتزقة يتفاجأ الشعب الليبي بالإيتيام به عضو في ملتقى الحوال الليبي فأعتقد أن البيعتة أساءت لنفسها وأعتقد أحد أسباب هذا البيعتة أن مازال المال السياسي الإماراتي يلعب دور بين الفاسدين في البيعتة البيعتة منذ ليون المبعوث السابق كانت عليها شبهات وحتى أن البيعتة الأمم المتحدة فتح التحقيق وحتى الآن نعلم هذا التحقيق من نتجه بأن الإماراتيين متورطين في شراء دمم بموظفين أمميين يعملون في ليبيا فأعتقد أن البيعتة مخترقة من المال الإماراتي الفاسد وأعتقد أن الهدف من هذا العبط هو إفشال أي عملية سياسية وهذا يبقي الأسئلة نفتوحة في الحقيقة عن الاحتمالات والبدائل في حال فشل الحوار الذي يمكن أن يفضي إلى تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة شكرا جزيلا لك من اسطنبول عبد السلام الراجحي الكاتب السياسي